اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن دعم الشباب البحريني والعالمي هو فكر راسخ وأولوية قصوى لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي جعل من مملكة البحرين منطلقا أساسيا ومكانا لدعوة المجتمع الدولي من أجل الاهتمام بالشباب وتقديم الأفكار والمقترحات التي تجعلهم أكثر تفاعلا وصناعا للقرار ومشاركين في تنفيذ الخطط والبرامج التي تخص تحقيق أهداف تنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وقال سموه لقد تم تقديم تقرير شامل لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حول جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر إحدى مبادرات مملكة البحرين تجاه الشباب وتفعيلا لدورها العالمي في احتضان مواهبهم وقدراتهم خاصة وأن الجائزة تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي وتم إطلاقها من مقر الأمم المتحدة وتابع سموه تعلمنا من فكر جلالة الملك المفدى يده الله أهمية منح الشباب الأولوية دائما ومنحهم أعلى درجات الدعم والتشجيع ولطالما شغل الشباب البحريني والعالمي موقع الصدارة على قائمة أولويات جلالة الملك المفدى وأكد أن الانتشار الكبير الذي حظيت به جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعود إلى المكانة العالية التي يحتلها جلالة الملك المفدى على المستوى العالمي وبين سموه تضمن التقرير الذي تشرفنا بتسليمه إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عددا من الحقائق المهمة التي تؤكد ريادة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تضمن التقرير أن المشاركات في النسخة الثانية وصلت إلى 3553 مشاركة فيما كانت في النسخة الماضية 663 مشاركة بزيارة وصلت إلى 436% الأمر الذي يؤكد الاهتمام المباشر والكبير من قبل الشباب والمؤسسات الشبابية والمؤسسات التي تركز على الشباب بالإضافة إلى الفئات الداعمة للشباب من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ونوه سموه إلى أن عدد المشاركين من الدول العالمية وصل في هذه النسخة إلى 125 دولة بينما كانت في النسخة الماضية 87 دولة بزيارة وصلت إلى 44% وهو الأمر الذي يؤكد انتشار الجائزة بصورة سريعة على المستوى العالمي